أهلا بكم في أول حلقات توكيو 2020 المنتخب المصري هيفتتح مبارياته بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بمواجهة مالي مساء الجمعة على استاد القاهرة مصر تسعى للتأهل رقم 12 في تاريخها للأولمبياد سبق أن احنا تأهلنا 11 مرة أبرز مركز حققناه كان في أولمبياد أم السردام سنة 28 وأولمبياد توكيو كمان سنة 64 لما حققنا المركز الرابع الحقيقة لنظام التصفيات الأولمبياد اختلف في أفريقيا كان قبل كده بيقام من نظام التصفيات العادي ولكن منذ أولمبياد لندن سنة 2012 نظام التصفيات اختلف بدأ أنه يقام بنظام المجموعتين كل مجموعة فيها أربع منتخبات يتأهل أول وتاني كل مجموعة ليه نصفا نهائي وتسعت أول ثلاث منتخبات مباشرة للأولمبياد منتخب مصر سنة 2012 استطاع أنه يحصل على مركز الثالث خلف منتخبي الجابون والمغرب ويتأهل للأولمبياد تحت قيادة هاني رمزي أما سنة 2016 تصفيات أولمبياد ريودي جانيرو للأسف المنتخب المصري تحت قيادة حسامي البدري المنتخب اللي كان بيضم نجوم كبار زي كهرباء ورمضان صبحي ومصطفى فتحي وكريم ممدوح وقسام إبراهيم ومحمود حمد الوينشي كمان المنتخب فشل في التأهل وحل في المركز الرابع في مجموعته في ذيل المجموعة المنتخب المالي منافسنا في مباراة الافتتاحية سنة 2019 كان موجود مع المنتخب المصري في نفس المجموعة وحل في المركز الثالث وبرضو ودع التصفيات المنتخب المالي سنة 2011 ما شاركش في التصفيات المؤهلة لأولمبياد 2012 أما سنة 2015 زي ما قلنا حل في المركز الثالث في المجموعة اللي ضمت المنتخب المصري اللي حل في المركز الرابع علشان يشارك فيه تصفيات أولمبياد سنة 2020 في تقل المنتخب المصري يقع في المجموعة الأولى اللي هتقام على السادق وهيرة مع منتخبات مالي اللي هنقابلها في المواقع الافتتاحية ثم المنتخب الغاني ثم المنتخب الكاميروني المجموعة الثانية تضم منتخبات نيجيريا وكودفوار وجنوب أفريقيا وزامبيا شو غريب مدير الفني للمنتخب الأولمبي أعلن قيمة مكونة من كم كبير من النجوم المنتخب ضم رمضان صبحي وصلاح محسن ومصطفى محمد وغيرهم وغيرهم من النجوم وللأسف طلق المنتخب صدمة أخيرة قبل المباراة الافتتاحية بيوم واحد وإصابة طاهر محمد طاهر إلا أبعدته عن المشاركة مع المنتخب الأولمبي المنتخب المالي منافس المنتخب المصري ضم عدد كبير من النجوم أبرزهم أليد يعجي لاعب وسط النادي الأهلي المنتخب المالي هيحرم من عدد كبير من النجوم اللي بيلعبوا في أوروبا بسبب مشاركتهم مع أندياتهم الأوروبية أبرزهم أمادوا حيدارة نجم نادي لايبزيج الألماني واللي بيقدموا الساويات هايلة جدا سواء في الشامبيونس ليج أو في البونس ليجا كذلك هيغيب عنه نجمي ريتسالسبورج النمساوي كامارا وقيته وكذلك هيغيب عنه موسى جينيبو لاعب نادي ساوس هامبتون واللي شارك في أربع مباريات الموسم ده في البريمرلي كمان لاعب نادي باريس سان جرمان موسى سيسيكو اللي عنده مشاكل ما بين المنتخب الفرنسي ومنتخب المالي نتيجة لأنه شارك مع المنتخب الفرنسي تحت 17 سنة وفيه أزمة ما بين منتخب مالي ومنتخب فرنسي حول ضم هذا اللاعب لمن سيلعب كل التوفيق لمنتخبنا الأولومبي ونتمنى دعم الجماهير للفريق في المدرجات وكذلك استنونا في حلقات جاية هنحلل خلالها مباريات كأس رموم الأفريقية تحت 23 سنة اشتركوا في القناة